بسم الله ده بات ممكن عايزة تصدر البيو دوت للوت كاد بس هو هتصدر على النسر دي لما تقوله فايل تقوله اكسبورت كاد نصدر البيو ده بس فش اضبط حاجة معانا في الوعدات اقوله العلوب تاعي خليها الفينا سابعة لتصدر الوض كاد بس اضبط نوسر دي تستطيع تعمل الوربوت تظهر بعض التفاصيل ممكن تظهر مثلا كنت ترسم شكل مجزم فتلاقي القصرات موجودة وانا عايز يشتغل عليه كنوتو دي هو هولو صدرلي الشواله هوت وقل له ايه? اوكي. وهفتح الوضوكات. مكتنة الوضوكات ومشي. دلوقتي نفتح الوضوكات. ونقل له اوبن فايل. واخش على الزوكر والاوبن. التفاقصير والاكل. فانا اريد احل الموضوكات الجديدة. احلل ايها الوضوات افتح ال�. احيض الشيطة وانا اقوم بالمساطة. اجي هنا اقول له انا عايز شيت ميوشيت اوكي وابدى احط لوحة 3d ديت في قلب الشيت فيين لوحة 3d انا واحدة من دول دي اوش موجودة هنا فهقول له هنا اجي هنا زر لكل اللوحة ثم 3d view احييت اروح هنا لشيت دوت واسحب 3d وحط هنا هوت الآن احطر الى صدر الى صدر الى صدر الى صدر 2d من وصدر 3d ندخلها بقى بخما نعمل عشان يغلب الجكر نروح بقى للوت كد ونوز الوين اتنين 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 فتلاقي الحاجة بدأت لك 2D بالشكل دوت حتى كل الخطوط 2D لما دي تلف أصلا في الموديل تلاقي إنه مش يجيب لك إلا بعد الأخرى المبنى بل إنما لو جيت هنا في الجوكر وبتي تلف في المبنى نجيب لك كل أبعاث هي راحة 3D وتقيلة ولو في الجيوماتري ممكن تلاقي تفاصيل فلو أنت عايز تضي مجرد بس الاتباع أو هتسلمه لأ الطريق أفضل بكثير موسيقى